هلأ الخطوة المقبلة هلأ لا نختم هذا الملاف القضائي ونفوت بالملف السياسي البحث رح تضلكم مستمرين بمواجهة القاضية غادعون ولا أي قاضي بخالف الأوانين وبخالف الدستور وأي قاضي ما بيلتزم بالقوانين العامة أكيد هنكون بوجه قانونيا ودستوريا نحن ما نجيين نعمل لا عرضات ولا بناظرات نحن شفتي عم نقدم إخبارات عم نقدم شكاوى عم نقدم أسئلة للحكومة كله بهذا الإطار اليوم قدمنا موضوع القرد الحسن تفضل بكة تخبرنا موضوع القرد الحسن وهذه الجمعية اللي عم تدين الناس وفقا لأي موجب قضاء قنوني هل هن ملتزمين قنون نقدم تسليف هل هن معهم رخصة من مصرف لبنان كيف ناس بيجوا بيدينوك اليوم وبياخدوا رهن عكاري أو رهن ذهب حفلة مرابات موجودة اليوم بالبلد هون في تبيض أموان هيدا المصريات من وين جاي شو مصدر هيدا المصاري اللي عم تدين بالقرد الحسن اللي عم تنعت عن الناس شو مصدرها من وين جاي لتيجي تأي أعمال تجارية حاصلة وبالتالي فيه فنية لتدمير كطاع المصرفي وتعطيله وفتح مصارف مخالفة للأوانين مثل القرد الحسن وغيره وعم نغير صورة لبنان كليا كل يوم عن يوم عم تتغير هوية هذا البلد بكيفة الكطاعات بكيفة الميدين بكيفة المجالات عم بيصير لبنان آخر لبنان ما بيشبه الشعب اللبناني ما بيشبه تاريخنا ما بيشبه ثقافتنا ما بيشبه القيام اللي عشنا أساسها عم ندمر كل شي دمرنا قصص هذه الدولة العميكة دمرنا المدرسة والجامعة والمستشفى والمصرف بس اسمح لي أستاذ زياد هون أنتوا عم بتحولوا هذه المعركة ما بينكم وما بين حزب الله لما تصوبوا بيكون مشكلتكم مع القاضي غادعون بتصوبوا على موضوع القرد الحسن يعني متناسين قصة أول شي مجلس القضاء الأعلى مع القاضي سهيل عبود محسوب عليكم مش محسوب أحدا رئيس جمهورية عينوا متهمين بموضوع تسييس كل القضايا بيقولوا أن القاضي سهيل عبود محسوب عليكم مش محسوب أحدا قاضي نزيه شريف عطلوا له المجلس القضاء الأعلى ما عم بيقدر يجتمع مجلس القضاء الأعلى عطلوا محكمة التمييز لا تعينات بمحكمة التمييز عم بتسير لا مجلس قضاء الأعلى عم بيقدر يجتمع تفجير مرفق بيروت شفنا طلبات الرد وطلبات وخاصمة الدولة وكيف هدد طب لي كيف تدعي لي أنه أنا قلت عنه أنه عم تعمل حفلة فولكولورية بيفوت مسؤول حزبة أمنة إلى العدلية بيوجه تهديد مباشرة إلى المحقق العدلي ما شفنا ولا أي حدا تحرك ما شفنا حدا من القضاء يخي يوقف شو ما تعمل هناك في تهديد وفي كلام كبير في اتهام بالأبع وبالتخوين أنا جلمة في الأمر هناك حفلة فولكولورية دمرت العدلية بين الحفلة الفولكولورية التي دمرت العدلية هل هذه الحفلة الفولكولورية طالت كل القضايا بما فيها أيضا ملف تفجير المرفأ؟ أكيد وحفلة التسييس كمان من ضمنه؟ فيه أنا رأيي فيه تعمد لضرب هذا الكطاع ضرب العدالة في هذا البلد نحن من اليوم الأول اللي حصل تفجير العصر في بيروت ما كان عنا سئة أنه هذا القضاء اللبناني اللي مرتبة ألف ومئة مطرح بس بنفس الوقت مقبلته أن ترفعه الحصاني عن رئيس الجمهورية وممشيته بإفتراح الرئيس سعد الحرير بالعاكس نحن قلنا ترفع الحصانيات من رأس الهرم مش مهم الحكي أستاذ زياد قدم قانون الرئيس سعد الحريري ما مشيت القوات فيه على قصة أنه هذا المقعد المسيحي الأول لا 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 أبدا مش على الخلفية قلنا فلترفع الحصانيات ونحن من أول ناس اللي قلنا فلترفع الحصانيات بموضوع تفجير بيروت نحن اللي عم نقوله اليوم اللي عم يحصل في العدلية كله كامل متكامل مشبك ببعضه من أول يوم حصل تفجير بيروت قلنا هذا القضاء لن يتمكن من الوصول إلى أي نتيجة بالتحقيقات اللي بلا تحصل تحتى نروح على لجنة تقصي حقائق دولية لا لدينا قضاء عدل مرتب يعطينا فرصة لأول محاقع عدلة عملوله ألف قصة تطيروا ارعينوا تاني محاقع عدلة عملوله ألف قصة تعطلوه هو عمل مخالفات وطير حاله عطلوه قبل ما يطير حاله قبل ما يطير حاله بس ما عم بمارسوا حقوقه الأنونية مثل ما أنت هلأ بدك تمارس حقوقك الأنونية هيدا المادي 751 أنا قدم بتعديله لأنه ما بيحقل له كل واحد يقدم طلب الرد على قاضي أو طلب مخاصمة قاضي بيقعد إذا القاضي ناطر تتبت فيه المحكمة والعالمة محكمة التمييز ما عم تقدر تلتقم لأنه تعينات بقل محكمة التمييز ما عم تصير نتيجة شد الحبال السياسي طيب أستاذ زياد أنت هلأ رح تقدم دفوع شكلية بأضيك طيب ليه بيحقلك لإلك لغيرك ما بيحقلهم هيدا عم بتمارس أنت حقوقك الأنونية كمان غيرك عم بمارس حقوقك الأنونية أنا شو أنا قلت فولكلور في العدلية الآخرين في 220 أتيل وفي 5000 جريح وفي عاصمة عم بتحملهم المسؤولية لا 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 مشغلتي أنا قلت المدين فليعاقب أنا مشغلتي حمل حدا المسؤولية أنا بحكي بالسياسة ترجمة نانسي قنقر